اللي بيتكلم على السوشيال ميديا على ارتفاع أسعار البنزين ما جابش سيرة خالص إنه سولار ثابت وده اللي هيغلي كل حاجة لو غلي فمسألة إنه الدعم في الطاقة الدعم في الطاقة لسنا موجود لكن إنه بيتحرر يعني شيء فشيء على حسب برضو ما السوق يستوعب ما هو اللي ينزل لي زيادات أسعار الوقود هيللاحظ إنه هو ذات السياق اللي اتحركت فيه الدولة عدم التحبيل على المواطنين السياق كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بمعنى إنه تحريك السولار هيأثر على وسائل النقل وسائل انتقال للمواطنين وبالتالي ده يبقى بشكل مباشر أو وسائل النقل السلع والخضروات والفواكي وما اللي زيالك وده هيأثر كمان بشكل غير مباشر وبالتالي الحكومة لاجت لفكرة عدم تحريك أسعار السولار في الوقت الحالي تحسبا لإنه ما يبقاش إحنا بندي المواطن زيادة في الدخل وفي ذات الوقت أيضا بناخذها باليد الأخرى فيمكن الحياة هي القرارة قولها الحياة بتأتي في ذات السياق إنه زي إنه عين المواطن محدود الدخل أغزب في الاعتبار أنه الفكرة مش بس منظور اجتماعي لكن الأكثر عامية هو المنظور الاقتصادي بمعنى إنه هذه الحزمة اللي هتقدم للمواطنين في شكل دخل ها يتم استهلكها ها يكون لها مرضود اقتصادي ودي نقطة مهمة جدا يا دكتور